الزعاج ركب شرار المشاكس عجلته وقادها مسرعاً في الشارع وهو يطلق صوت الزامور العالي بلا اكتراث ولا مراعاة لأداب الطريق ولمن يسكنون في الجوار قد يكون أحد من الجيران مريضاً هذا لا يجوز يا شرار تضايق منه الجيران وانزعج منه الجميع لقد كان يرن أجراس الأبواب ويهرب قبل أن يشاهده أحد يضغط الجرس ثم يجي هذا ما كان يفعله في كل مرة إنه فعل خاطئ ومزعج فمن كان يدرس يقطع مذاكرته ومن كان يلعب بهدوء يضطر للنهوض لفتح الباب ولا يجد أحداً فيدرك أنه شرار من يفعل ذلك دائماً كان كل الجيران غاضبين ومنزعجين من أفعاله فهو يرن الجرس ويهرب قبل أن يراه أحد شرار مزعج جداً جداً يوقظ الأطفال الصغار على صوت جرس الباب ويضايقهم لكن في هذا اليوم دق الباب ليزعج جاره وانطلق يجري قبل أن يمسكه ولرغبته في الهروب بسرعة لم ينتبه لخطواته فانزلق وسقط في بركة وحلاً في الطريق فتلطخ وجهه وملابسه بالوحل رآه الجار من النافذ عند سقوطه في الخارج فخرج إليه فتح شرار عينيه فتفاجأ بوجود جاره واقفاً ينظر إليه فخف وارتعب بشدة لكن الجار ابتسم له ومد يده ليساعده لينهض من الأرض وقال له هل وصبت بسوء يا شرار؟ انهض يا ولدي هيا هل أنت بخير؟ هيا تعالي لتخسل وجهك اندهش شرار من ردة فعل جاره الطيب وشعر بالخجل من أفعاله وتذكر ما كان يفعل طقط أشارار رأسه وقال أنا آسف جداً على إزعاجي ومضايقاتي لكم وللجيران كنت مخطئاً هذه أفعال سيئة مني تقبل اعتداري لن أعود لتلك الأفعال قال له جاره أنت شجاع يا شرار لقد اعترفت بخطأك يا ولدي ووعدت أن لا تكرره وأنا أقبله منك ربت على رأسه ففرح شرار ومنذ ذلك اليوم صار شرار صديقاً لأولاد الجيران جميعاً يلعبون معه ويحبونه ويقود عجلته معهم وبصحبتهم يقضي أجمل الأوقات ومعاً شكرا